وخلينا نبتدي بالإنهوان ده أشارت لي لأننا فعلاً نتكلم على أن دي فترة من زوايا كتير تعتبر استثنائية بالنسبة للنادي الأهلي ابتداء من الرحيل المسيماني ده يشمل كمان شيء من الغموض اللي كان موجود قبل ما يرحل المسيماني إصابات غيابات إلى آخره ومع هذا نقدر نقول أن كابتن سامي أم صال لو مسكناها بالورقة والألم عامل شغل أكتر من رائع الحقيقة لعبنا الغد دلوقتي خمس مباريات تحت قيادته فزنا في أربعة وتعدلنا في واحدة فتقييمك للفترة الأخيرة دي مبداياً إيه وبعد كان ندخل بقى في التفاصيل بص أنا عايز أقولك ده مش غريب على النادي الأهلي يعني لو مسكنا التاريخ كده من زمان أولاد النادي الأهلي بيظهروا في الأوقات دي يعني شوفنا أكتر من فترة قبل كده من كذا سنة برضو مدرب أجنبي يمشي كابتن زيزو بقى موجود يشيل الليلة ويعدي بالنادي الأهلي في مباريات وبطولات كابتن فتح مبروك برضو بعد الأوقات محمد يوسف محمد قصام البدري بعد جزيء يعني مروراً بقى بالناس دي كلها لغاية سامي أمصان فالنادي الأهلي ما بيختاره بيختار واحد من ولاد النادي الأهلي بيبقى ده مؤهل للقصة دي مؤهل مش بس فنياً فنياً طبعاً بيتعلم من المدير الفن الأجنبي وبياخد منه خبرات وكده إنما شخصيته كمان بتبقى قدرة على إنه يخوض الفريق في أي دروب يحصل أو أي حاجة تحصل زي اللي حصلت مثلاً المشيان المفاجئ طبعاً المسلماني فسامي عمل شغل كويس خلال الفترة اللي فاتت عجبني جداً بالتحديد كان واقع جداً جداً مع فرقة النادي الأهلي حاسس إن فيه إجهاد حاس إن فيه نقص في مراكز ناس تقيلة نقصة بالزاد في حتة الديفنس فلعب بالطريقة اللي هي يعني تناسب ظروف النادي الأهلي في المباراة لعبة مجهدة زي ما قلت فيه نقص كده بلعب فرقة عندها لعبة كويسة خبرات من أحسن لعبة اللي موجودين في الساحة في بطولة الدوري صحيح فابتدى يلعب بالطريقة اللي هي تناسب النادي الأهلي إنه قافة الحتة اللي وراء دي خالص إدى البرامد زي الحاجة اللي بيحبها اللي هو الاستحواز استحوز زي ما انت عايز وإحنا نقدر نخطف اللجوان اللي جات وفعلاً الكورتين وإن كانت خطرة وطبعاً طبعاً يعني عايزة تتوزد ببزاك ما هي دي مصر بصمع أي حاجة في الدنيا لازم بقى فيها جزء من الرزق كذلك برضو يعني طبعاً الجون اللي جبوا ده طبعاً نتيجة الغلطة طبعاً يعني ما بتحصلش كتير وأرجو أن طبعاً الشناوي يتعلم من الخطأ ده ممكن العيب مهما كان من خبراته كده وكابت النادي الأهلي بيفقد التركيز يعني السواني عايزة أقول برضو أن الحاكم برضو يعني أخطأ في الكرة بتاعت الشناوي دي عايزة لشان ما حملش يعني الشناوي الخطأ كله آه هو خطأ طبعاً وأنه تأخروا كل حاجة إنما فيه بعدها طبعاً ماسك من الفانيلا بتاع الشناوي حتى الكرة كمان بتاع ترامي مع عبدالله السعيد ما فيش زق ولا حاجة أنا كنت في الملعب وجب الكرة وشايفة طبعاً فإنما الحمد لله قدينا الغرض المطلوب كسبنا وطلعنا بعد كده للدور اللي بعده اللي حنقابل إن شاء الله بتروجت يوم السابت إن شاء الله الماكسة بيأهن لنهائي البطولة ودي اسمها بطولة برضو بطولة كاس مصر طبعاً كانت بقى بتاعت أربع سنين فاتت ما فيش أسماء خلاص إحنا خدنا على كده كله ده كان في بعضك بس بالزبط إنما في الأول وفي الآخر بطولة كاس مصر المباراة اللي جاية خلال الفترة الجالة ونتكلم عليها بما فيهم طبعاً مباراة النهاردة قساً بنتكلم إحنا قبل ما نخش على الهوى إن المباراة كلها صعبة كل الفرق اللي بتلاعب النادي الأهلي عندها طموح جامد عندها إحساس إن النادي الأهلي بيمر بظروف صعبة الفترة دي نتيجة الناس كلها يعني عارفة الظروف موضوع الإجهاد سواء البدني ولا الزهني والعباء عندها تشبع كامل اللي بقى لها ثلاث سنين بتلعب وبتكمل مفيش أي رحات مفيش أي حاجة بتخش من بطولة على بطولة على بطولة يعني أنا بتالي اللعيبة دي مفيش حاجة في حياتها غير الموضوع الكورة يعني فغصباً عن اللعيب بيوصل لمرحلة كريم بيبقى مش قادر يعني خلاص عايز يريح شوه عايز يغير القصة اللي هو فيه وعلى طول شد عصبي شد عصبي لأن قدر برضو لعبة النادي الأهلي إن حتى لو بيلعب ماتش ودي بيبقى مطالب إنه تكسب لي الودة وتكسب لي كتير وتبقى كويس طب وعدين أنا هفضل طول عمري كده يعني مفعش أهزر شوية يعني الواحد بيحب كده ساعة يتدلع بعنافسي يهزر فرحة مش مليحق نفرحها كل ما نيجي أنا ونهود بحلقة وليسا عندنا مثلا انتصار الليلة لقبلها لجي اقلب الصفحة عشان نبص على الجاي الكلمة المقصورة للنادي الأهلي اقتوا الصفحة الصفحة دي بقى أنا عايز أقطع الكتاب طبعاً يعني بصراحة النادي الأهلي غير أي نادي طبعاً في مصر دايماً عليه ضغوطات اللعيبة أونسبوت على طول في كل حاجة في كل تصرف في كل حاجة تشوف حتى اللعيب يعني لو الناس لقت على السوشيال ميديا مثلاً حد فيهم راح يعني ينزل مياه في حتة وده مطلوب عشان يغيي يقول لك بص سايب وعندنا مش عارف أجاب يعني فهو ده قدر ده محمد صراح نفسه كان مظهر انتقادات لما نزل بصور دي هو هلنشو بتاعه رايح تصيف يا برينس يعني طب هو مش من حق وجماعة ما هو مش علامة بيبقى شيء لا منطقي في بعض التعليقات فلا لنا لتفت يعني